بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا السلام على الشهداء آباء الشهداء أمهات الشهداء على الأحرار الذين احتضنوا روضات الشهداء على الحرائر اللواتي وجدنا لأجل أن يسرنا على نهج الشهداء السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته ها نحن حضورا نعتنق هاتين الروضتين الشريفتين وهما بقعتان طاهرتان من أرض الجنان السلام عليكم يا شهيدين السلام على جميع الشهداء بكل فخر واعتزاز وشموخ وإباء أن نوفق لأجل أن نؤدي لكم هذه الخدمة القليلة تجاه جهودكم الكبيرة التي بذلتمها بذلتم أرواحكم وصدقتم وعودكم ووفيتم بعهودكم بعتم أنفسكم وعاهدت الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الدين لأجل هذه العقيدة لأجل الوطن لأجل الشعب المظلوم لأجل الإباء والحرية والخلود نعم لقد عشقتم هذا الدرب المليء بالشوك والويلات والبلاء خدتم هذا الطريق خدتم في لججي هذا الطريق الشائك لأجل أن تحصلوا على إحدى الشهادة إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما النصر فوفقكم الله لأفضل الأمرين وهي الشهادة السلام عليكم يوم أولدتم ويوم استشهدتم ويوم تخرجون أحياء من قبوركم إلى قصوركم تعانقون الحور العين أيها الشهداء لا سيما شهيدين نعاهدكم ونقر أمام كل شريف وكل حر أننا عشقنا دربكم وسننهج نهجكم فاسألوا الله ربكم بأن يوفقنا وأن يرزقنا ما رزقكم إياه وهي الشهادة الذي لا ينالها إلا الذين اتقوا والذين هم عاملون وسائرون في خط الشهداء خط الشوك كيف لا وقد اختار هذا الطريق الأولياء النبلاء الأوصياء الأحباء وعلى رأسهم أئمتنا وعلى رأسهم سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الذي أبى أن يعيش العز وأن يعيش الشرف وأن يعيش الحرية وأن يصرخ دائما في ميادين الحق وفي ميادين الصمود والحرية والإباء في عاش وراء كربلاء هايهات منا الذلة لن نركع إلا لله السلام عليكم أيها الشهدين السعيدين على جميع الشهداء وعلى من احتضن هاتين الروضتين الشريفتين جميعا ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة لروحهما ولأرواح الشهداء جميعا الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد